التراجع الحاد الذي تشهده الليرات التركية أمام العملات العالمية وأبرزها الدولار واليورو لفت الأنظار إلى الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع التاريخي والمستمر من أبرز الأسباب ملفات خارجية يتأثر بها الاقتصاد التركي بشكل سريع الاقتصاد التركي اقتصاد هش ويتأثر سلبا بتطورات الجيوسياسية وبملفات داخلية وخارجية كالانتخابات الأمريكية وصفقة الدرع الصاروخي S400 وتوتر بين أذربيجان وأرمينيا وكذلك التوتر مع الاتحاد الأوروبي على خلفية تطورات شرف المتوسط ومن الأسباب الداخلية عدم رفع سعر الفائدة من طرف البنك المركزي التركي إلى جانب تراجع الاحتياطات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تضاف إليها تأثيرات فيروس كورونا المعارضة التركية من جانبها تستغل ملف الأوضاع الاقتصادية لتوجيه سهام انتقاداتها الحادة للحكومة والحزب الحاكم الدولة غارقة في الديون جعلوا الشعب بأكمله مديونا صندوق الثروة السيادي بات مديونا بمبالغ خيالية ونحن نسأل أين ذهبت كل هذه الأموال مركز الإحصاء يعلن أرقام تضخم منخفضة غير حقيقية نحن كمعارضة لدينا خطة اقتصادية أعددناها بعناية لحل مشاكل البلاد الاقتصادية وبكل الأحوال فالنتيجة واحدة وهي أن تراجع قيمة العمل المحلية يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم والتضخم يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار وهو الارتفاع الذي يؤثر بشكل مباشر على المواطنين الأتراك وقدرتهم الشرائية ويرهق جيوبهم إلى حد كبير يرفض البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة وهو ما يتوافق مع رغبة الرئيس التركي الذي يكرر دائما بأنه عدو أسعار الفائدة وبأن هناك مؤامرة تستهدف الاقتصاد التركي من أطراف داخلية وخارجية على مصبحات لقلات الغد اسطنبول